في أخبار أخرى انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات الفين وارمعة وعشرين التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وتستمر حتى الرابع عشر من فبراير الجاري في دبي من مشاركة أكثر من خمسة وعشرين رئيس دولة وحكومة وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاب العمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت أثرا أو أثارا إيجابية وأحدثت تغييرا حقيقيا في واقع دولها ومجتمعتها وتجمع القمة العالمية للحكومات مائة وعشرين وفد حكوميا وأكثر من خمس وثمانين منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من أربعة آلاف مشاركة ترجمة نانسي قنقر